السلام عليكم ازايكم يا احلى متابعين عاملين ايه اه النهاردة فيديو مختلف زي ما انتو شايفين كده دي اول زيارة الاهلي بعد الولادة ووصلنا محافظة الغربية اه تمام طبعا المسافة طويلة جدا انا متجاوزة في محافظة الشرقية وراحت الاهلي الزيارة في محافظة الغربية اه قمنا ننظرهم قبل رمضان وكمان نجيب حاجة رمضان اه وبابا فاجئني بالمفاجأة الحلوة دي جدهم جاب لهم الفونيس الجميلة جدا دي اه تسلم ايدك يا بابا ربنا يخليك يا رب دي احلى حاجة جاد تمام حتى مريوة الصغنونة اه جالها فانوس شكلهم حلوة اوي اوي وبينوروا اه بس انا نسيتها ايدهم في الفيديو يعني اهم اربع فونيس ما شاء الله شكلهم حلوة اوي اوي اه تمام دي طبعا هدية من جدهم اه الحاجات بقى لانا اشتريتها للقناة اشتريت الجوخ ده اللون الاصفر واللون البنبة عشان هما الاتنين ما كاناش عندي تمام اللون البنبة ده كان لونه ادركته عجباني جدا فانا جبته اه وكمان اشتريت الرول ده الرول عبارة عن رول استيكر كده بيلزق اه بس انا مش جايبها للرخامة خالص اه تمام عشان لزقتوا قبل كده على الرخامة مش نفسي طبعا النوع اه شكل تاني اه زحقني وتعبني جدا جدا على ما شلته بس انا جايبها عشان استغلي الرسومات الحلوة اللي فيه بقى بكر ورشيدة والحاجات الجميلة دي اه واعمل بانها ان شاء الله افكار الفترة اللي جاية اه وكمان جبت فارع الزينة ده فيها الشخصيات كبيرة اه بصراحة انا مش حابة ان انا علقو انا حابة استغلل الشخصيات اللي فيه لانها كبيرة وصورها واضحة وجميلة فاناوية استغللها بقى الشخصيات كده فيه كل الشخصيات اللي انا حابها اه فان شاء الله هعمل بيننا افكار الفترة اللي جاية بإذن الله وكمان جبت المشمع الحلوي ده شكله حلو قوي اه وبينطق كده الصفر اللي فيه بتنطق حط كده عالصفرة ناكل لنفطر عليه ان شاء الله اه احسن من قماشي خيمية جبت السنة اللي فاتت الدحك علي فيه كان باهت كده ومش حلو اه وكمان جبت الحاجات دي كده عشان ازين بيها بقى اي حاجة اي الدكورة انا بعمله فبقى محتاج الحاجة دي تبقى معايا وجبت فرع النور دوت طوله عشرة سنتي وكمان اه في معاه الجهاز ده بتحكم في الاضاءة اقدر ان انا اه اثبت الاضاءة تبقى سابتة او متحركة او غير نور ونور نص ونص اه حلوة قوي ناوية بقى ان شاء الله اعمل بيه افكار كتيرة قدام او ازين بيه حاجة اللي انا بعملها سواء هعمل هلال نجوم الحاجات دي هحطه واقفة الخلفية يخلي شكل المنظر حلو اهو اه شكله حلو قوي وكمان اه كان خسم جوالي يعني بصراحة متحمسة جدا ان انا اه ابدأ اعمل بيه فيديوهات بقى اه ودوت بصراحة ده الفرع اللي احنا جبناه الاول كان طوله تمانية سنتي انا كنت بقى اجيب اه اللي ضوءه ابيض او بيج او اصفر يعني اه بس ملاقيتش لقيت الدرجات دي كله با اضاءة واحدة سواء بينك لابني اه كله اضاءة واحدة وما بيغيرش لون زي ما انتو شايفين كده اه فاضطريت ان انا جيبه على الاساس ان انا مش هلاقيت تاني بس الحمدلله لقيته اه ده بقى علقناه في البلكونة اضاءة حلوة بشكله كان حلو قوي اه وكمان جبت اللابوية دي دي اه لونها السلفر علشان برضو ازاين بيها وكمان جبت الاسمها ايضا جبت المقبشرة الحلوة دي شكلها زغنة وكيوت خالص اه المفروض ان هي بتتحط على التلاجة كديكور يعني بس انا لقيت لها استخدامات كتيرة على التكتوك فان شاء الله ناوية استخدمها اه وناوية اعملها يعني تمام وجبت بقى الفوم ده زي ما انتو جعارفين انا بجيب الحاجات دي بالامطار علشان اه ما بسافرش لكل فترة فتبقى الحاجات دي عندي جبت بقى الالوان اللي مش عندي وكمان فيه الوان لقيتها جديدة فجبتها اللون البنك ده انا جبت منه اتنين واحد الاولان يبيلزق تمام اهو لان البنك ده كان خلصان من عندي خالص فجبت منه النوع اللي بيلزق وجبت كمان من نوع السادة تمام اللي مبيلزقش لا بس اللي اتنين بيلمعوا يعني فيهم لمعهم تمام برضو دول ان شاء الله عمل بيهم افكار جديد كتير على القناة وكمان جبت ومشي الفرو ده كان حلو اهو عجبني جدا وبان احنا كده كده مسافرين وما بسافرش لكل فترة فاخدت الحبارة بتاعت الحبر بتاعت الطبعة وقلت املاها بالمرة علشان حاجات بقى اللي انا هنفزها معاكم اطبعها طب اطبعها سهلة بدل ما شفاها من على الكمبيوتر بتاخد مني وقت وكمان اه نوية اطبع لبنتي ملفات تعليمية بقى ونبدأ بقى اه نخش في التعليم والحاجات دي وطبعا منسيتش البنات بالالعاب جبنا لهم الالعاب الحلوة دي دي البنوتي ماريم لانها ما تجلهاش العاب خالص اه لمنا بقى انا جبت لها اللعبة دي هي عبارة عن بابلز كده انا كنت جبت لها قبل كده اللعبة اللي هي بتنفخ فيها علشان الكلام اه لكن دي عشان تقوي عضلات ايديها لان هي من اقل حاجة بتاعت تقول ايدي واجعتني واجبت لهم كمان اللعبة الحلوة دي كان نفسي جبها لهم قوي من زمان اللي هما يقطعوا ويستخدموا السكينة بقى ويقطعوا ايه اه الحاجات انا لعبوا ومين هيتدربوا على استخدام السكينة وبس كده دي كانت كل الحاجات اللي انا جبتها وان شاء الله انتظروني الفيديوهات تانية كتير نستغلي بقى فيها كل الحاجات اللي احنا جبناها دي اه وبس كده مع السلامة وكل سانة وانتو طيبين